ولكن عندي أرقام إيجابية ومهمة جداً اتقالت بعد مباراة الأمس أولاً الآلي واجه مازمبي أربع مرات قبل كده في مواجهات سابقة في دور المجموعات مرتين في 2002 ومرتين في 2012 الآلي حق انتصار مرتين مقابل مرة لمازمبي وتعادل مرة واحدة الآلي وصل سيميفاينل 15 مرة يعني الآلي شارك في نصف النهائي للمرة الخمستاشر أكتر الفريق مشاركة في هذا الدور بالإضافة إلى الزهور الخامس على التوالي الآلي من 2020 ل2024 ده خامس مرة على التوالي بيلعب سيميفاينل خامس مرة على التوالي بيلعب سيميفاينل ويرب ان شاء الله يكون نهائي تاريخي برقم قياس جديد للنادي الآلي النادي الآلي حافظ على سلسلة لا هزيمة 19 مباراة متتالية في دور أبطال إفريقيا منذ مارس 2023 الاهل لما تلقى أي خسارة وده رقم قياسي سبق قبل كده منو الجزي حققه مع النادي الآلي النهار ده الآلي بيعادل رقم القياسي ولكن مع مرسل كولر مع جزيه كانت 19 مباراة مع كولر دلوقتي بقى 19 وكولر على أعتاب كتابة يعني رقم قياسي جديد يوم الجمعة اللي جاية مع فريق مازيمبي طيب بات مرسل كولر يعني على أعتاب الرقم تاريخي لو كسب وتأهل إلى نهائي دوري الأبطال طيب في 19 مباراة على فكرة الآلي فاس في 13 وتعادل في 6 وفي نفس الوقت كولر مع الآلي خاط 25 مباراة في دوري الأبطال فاس في 16 اتعادل في 7 خسر مباراة مصطفى شبير الكل مبارح بيشيد بأداء مصطفى وتكلموا لأن مصطفى شبير تصدى وده مش كلام أنا بقى ده تقرير الاتحاد الافريقي على موقعه الرسمي يعني في تقرير المباراة كده في صفحة نزلة بيتكلموا على أحداث المباراة من ضمن الكلام على أحداث المباراة الاتحاد الافريقي كتب وقال إيه على مصطفى شبير تصدى لـ 23 تصويب على المرمى بنسبة نجاح 100% وهو الرقم الأكبر مقارنة بكل الحراس في هذه البطولة بالإضافة إلى حفاظه على نظافة شباكو في الخمس مباريات التي خضها وده رقم إيجابي جدا ورقم قياسي جدا لمصطفى شبير 23 تصويبة سددت عليه في الخمس مباريات التي لعبت في الفترة السابقة ما بين مباراة بولوزداد وينجي أفريكانز ومازينبي وسيمبا مباراة كلها صعبة وفيها مباريات خارج مصر ولكن أنت لما بتتكلم على 23 تصويبة تسددت عليه ونسبة النجاح 100% ده رقم إيجابي جدا خمس مباريات خدها كلين شيء مصطفى في شعر خمسة اللي جاي هيتم 24 سنة نقول له كل سنة وانت طيب قبل إن شاء الله مباراة النهائية هيتم إلى 24 سنة ولكن لسه بدري على المشوار الأرقام دي دافع قوي ولكن مش هنوقف عندها وأنا واثق إن مصطفى بشخصيته مش هواف عندها لسه المشوار طويل لسه المشوار طويل أنت بتتكلم مثلا إن شاء الله بإذن الله يعني ربنا يدي له الصحة والعمر 10-12 سنة قبل يعني بعد كده على مشوار حراسة المرمى فدي البداية سوشيال ميديا مش عايز أقول الكلام الكتير ممكن يؤثر بالسلم ولكن إحنا هنا أكيد هنجز مصطفى حقه ونبقى سعداء ومبسوطين جدا بالنتاج دي وبالأرقام دي ولكن ومصطفى أكيد بشخصيته اللي أنا عارفها واللي كل الناس عارفاها حاطت الأرقام دي ورى ظهره وبيفكر في اللي جاي وهو مدرسة الأهلي كده ماتش خلص الأرقام خلصت حطت النتيجة والبطولة في الدولاب بتقفل وبتفكر في اللي جاي فهي نتيجة إيجابية وأرقام مميزة ونتمنى التوفيق لمصطفى والشناوي وكل حراس الأهلي يا رب إن شاء الله في الفترة اللي جاية طالما حراسة المرمى الأهلي بخير حراسة مرمى منتخب مصر هتفضل بخير دي كانت تفاصيل لها علاقة بمباراة مازينبي ولقاء الزهاب طيب